السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله في هذا الفيديو سوف نقوم بحل أسئلة تدريبات درس قصة قارون للصف السابع في مادة لغة الجميلة مهارتي في القراءة في أي زمن حدثت قصة قارون في زمن سيدنا موسى عليه السلام بما أنعم الله تعالى قارون أنعم الله عليه بالماء الكثير ما موقف قارون من نعم الله جحد وبطر وتكبر واغتر بماله على قومه كيف كانت نهاية قارون خسف الله به وبداره وبماله الأرض لأن ننتقل إلى هنا حاتي الفرد من الجموع عندنا مفتح فرحين فرح قارون قرن الكلمات التي تحتها خط في التركيب القرآني التي تنتمي إلى الجذر الثلاثي نفسه فبغى عليهم الجذر المعجمي بغى باغاية المعنى تجاوز الحد واعتدى وابتغي بغي باغية المعنى التمسى ولا تبغي الفساد الجذر المعجمي باغاية المعنى لا تطلب ابحث عن مفرد الكلمات عندنا أولى لهي أصحاب من تفضل وتكرم علو تكبرا علو تكبرا عندنا هنا العبارة التي تحتها خط لتنوب العصبة عندنا لتثقل الجماعة لا تفرح أن الله لا يحب الفرحين الفرح الذي يصاحبه التكبر والغرور أرد في التركيب القرآني السابق كلمتان متضادتان في المعنى عندنا يبسط يقدر يبسط يوسع عليه يقدر يضيق عليه عندنا في الصفحة التي تليها المناقشة والتحليل تبدأ القصة بحدث يشوق القاري لتتبع حداثها في ضوء العبارة السابقة واذكروا الحدث المحرك للقصة طبعا يتجلى فيها البغي والتطاول والأعراض عن النصح عندنا لقم واحد نرتب الأحداث تكبر قارون وبغيه على قومه اثنين نصح أولى العلم من قوم قارون وإرشادهم ثلاثة انقسام الناس إلى طريقين حينما خرج عليهم قارون بزينته أربع نهاية قارون حدد الشخصية الرئيسية في القصة القرآنية الشخصية الرئيسية هي قارون الصفات تكبر والغرور وعدم تقبل النصيحة من الآخرين وظف قوم قارون وأسلوب الأمر والنهي في نصحهم طبعا عندنا هنا أسلوب أمر وهنا أسلوب نهي انقسم قارون إلى فئتين الفئة الأولى الذين يريدون الحياة الدنيا تمنوا مثل ما عند قارون فئة ثانية أول العلم حذروا من التكبر والغرور ونصوحهم بالفعل الصالح سب الإنقسام الأولى تريد التمتع بالدنيا والثانية تريد الثواب والآخرة وهو الجنة عندنا هنا حمل السياقان القرآنيان عندنا أذكرهما الأول علم قارون الثاني حظه الكبير والتوفيق من الله تعالى وضح رأيك في هذان التبريران تبريران في غاية الدقة لأن الإنسان ربما يكون له العلم والخبرة ولكن ليس له حظ أو نصيب أو توفيق من عند الله فهنا قارون كان عنده الخبرة والتوفيق من الله تعالى طبعا عندنا هنا الآية هي هذه الآية وفي سؤال اللي بعده عندنا الآية ثلاثة وثمانية عندنا يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون هنا التمني هنا ماذا التمني ويلكم ثواب الله الخير اللي هي التهديد وأخيرا التعجب كذا انتهينا من حل أسئلة قصة قارون أتمنى أن نشر هذا الفيديو لكل أب الصف السابع لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو وشكرا لكم